صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في ندوة معايير اختيار الألواحي الشمسية في منطقة الشرق الأوسط هذه الندوة برعاية شركة جينكو سولر ومقدمة إليكم من منصة سولرابك في البداية أبدأ بعض الأمور الإدارية يوجد لديكم القدرة على إرسال رسائل تشات عبر منصة زوم أود لو سمحتم لو ترسلوننا هنا إذا كنتم تسمعوني بشكل جيد كما أود أن نبوه إلى إمكانية مشاركة الأسئلة عبر خاصية الأسئلة والأجوبة Q&A تجدون هذا الخيار لديكم Q&A حيث يمكنكم كتابة صياغة سؤالكم ضمن الندوة وإرساله لنا وسوف نقوم بتخصيص وقت مناسب في نهاية الندوة الإجابة على أسئلتكم الوقت المتوقع للندوة هو ساعة بالنسبة للمحاضرتين التي سنقوم بتغطيتهما في هذه الندوة ومن ثم لدينا 33 دقيقة للإجابة على جميع تساؤلاتكم أعزائنا كما أرى وصلنا الآن الصوت جيد من الأخ حمدان الهلال شكرا لك إذن نستطيع أن نبدأ في الندوة معكم محدثكم منيف بركات من شركة Solarabic أنا مهندس وماجستير إدارة أعمال أعمل في مجال الطاقة في الأكثر من عشرة أعوام الخمسة أعوام الماضية كانت مع شركة First Solar متخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية حول العالم ومن ثم قمنا بتأسيس شركة Solarabic والمتخصة في نشر المعرفة وعمليات التدريب في مجال الطاقة الشمسية سوف أقوم بتغطية القسم الأول من هذه الندوة والذي يغطي موضوع البانكابوليتي بالنسبة للألواح الشمسية ونسعد سعيدون جدا باستضافة المهندس محمد سعدي دويك والذي سيغطي القسم الثاني وهو يشغل حاليا منصب مدير الخدمات الفنية للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Jinko Solar وعمل المهندس محمد لأكثر من عشر سنوات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وشارك في الدعم الفني وأدارة المشاريع وتطوير الأعمال للعديد من البلدان في المنطقة العربية وهو حائز على درجة البوكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير في هندسة الطاقة المتجددة من جامعة هاريووت البريطانية أود أن أرحب المهندس محمد تسمعني صباح الخير مهندس مونيف وصباح الخير لكل الحضور معنا كل عامكم بخير جميعا إن شاء الله ومناسبة رمضان والعيد وأنا صراحة إلي للشرف كثير أن أكون موجود معكم في المنصة هاي يعني أنا شايفة صراحة خطوة ممتازة جدا عشان إسرائيل محتوى العربي بموضوع الطاقة الشمسية فأنا من أشد المتابعين لإلكم وإن شاء الله الله يوفيكم لأبدام وإن شاء الله هاد المدوة تكون الأولى من نوعها وما تكون للأخيرة إن شاء الله يعطيك العافية إن شاء الله شكرا شكرا كثير لإلك الله يسلمك أنا اليوم إن شاء الله رح أحكي موضوع تتمي لموضوع اللي طرحه المهندس منيف هو إنه كيف أنت تعرف تختار الألواح وكيف تتميز الألواح الموجودة في السوق وصراحة هذا الموضوع جدا جدا مهم لأنه إحنا عم نشوف هلأ الأسواق العربية عم تنفتح أكتر موضوع الطاقة الشمسية ففي معظم الأسواق العربية هي أسواق جديدة فبالسوق الجديد لا بيكون فيه كتير لأي شخص بده يشتري بيكون فيه كتير أبشينات موجودة فإحنا من المهم جدا إنه نعطي كتعريف إنه كيف ممكن تختار وتميز الألواح فهاي إن شاء الله هي المحاضرة الأولى من السلسلة إن شاء الله ندواتك ورح تكون إن شاء الله مع سؤال الرغبية إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله تفضل منيف شكرا شكرا كثير لإلك مهندس محمد رح نرجع لك إنه نحنا بعد شوي بعد حوالي تلت ساعة بس نخلص القسم الأول ونكمل إن شاء الله الندوة معك إذن أعزائنا المتابعين نبدأ بالقسم الأول من هذه الندوة والتي سنتحدث فيها عن أهلية الشركات المصنعة للألواح الشمسية للتمويل فما هي الأهلية للتمويل أو المصطلح الدارج أو البانكابوليتي يتم استخدام مصطلح البانكابوليتي بشكل خاطئ بشكل عام عند حيث يتم التحدث بالنسبة لموضوع البانكابوليتي للألواح الشمسية على أنه مؤشر لجودة الألواح الشمسية أي عليك النظر إلى البانكابوليتي للوح الشمسي هل هذا اللوح الشمسي هو تير وان إذن هو اللوح الشمسي جيد هذا ما نود أن نقوم بتصحيحه في هذه الندوة بالتوضيح مفهوم البانكابوليتي ففي البداية بالتعريف أي مشروع إن كان مشروع صغير على سطح منزل ثلاثة كيلووات مثلا أو إن كان مشروعا ضخما على مستوى المرافق الخدمية يوتيلت سكيل وان جيجا وات لا يهم حاجة المشروع فأن جميع هذه المشاريع عادة ما تكون قابلة للتمويل وعادة ما يتم تمويلها وبالنسبة للشركة المانحة للقروض أو الشركات الممولة التي هي بنك أو محافظة استثمارية أو غيرها يجب أن يكون لديها ضمانات بأن هذه المحطة سوف تكون على جودة معينة تستطيع أن تفي بالوعود بالنسبة لي الإنتاجية فيهمهم إذن أن يكون الأست نفسه المحطة أن تكون على جودة عالية وأن تكون الإنتاجية ثابتة كما كان مخطط لها لأن هذا إن إنتاجية الكهرباء تضمن سلامة الكاشفلوز وهي المدفوعات للكهرباء بالنسبة لهذه المحطة وبالتالي تضمن الشركة الممولة أو البنك الممول يضمن الاسترداد مبلغ التمويل والربح الذي كان مخططا له إذن موضوع البنكابوليتي موضوع أساسي جدا بالنسبة للشركات الممولة وعلينا أن نفهمه أيضا من أي موقع كنا في الفاليو تشين بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة إن كنا نعمل في شركة مصنعة أو شركة EPC تقوم بالتركيب أو شركة مطورة كلنا يهمنا بأن نحصل على التمويل المناسب للمشروع من أجل ضمان ربحية مشاريعنا إذن قبل أن ندخل في التفاصيل أود أن أعرفكم بكلمتين عن شركة Solarabic Solarabic أسسنا شركة Solarabic في برلين ألمانيا بهدف أساسي وهو نشر الوعي والمعرفة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والسيارات الكهربائية باللغة العربية بعد أن لاحظنا قلة المصادر العربية في هذه المجالات ومثلما قمنا بإضافة خدمات أخرى مثل الخدمات التدريبية نقوم بالتدريب للشركات، التدريب للأفراد خدمات استشارية بالنسبة للأمور التقنية والتجارية والتعاقدية ونقدم أيضا خدمات الاستراتيجية والتسويق والندوات مثل هذه الندوة إن كانت on-site في موقعكم أو online كما تتابعوننا الآن إذن هذا كلمتين عن الشركة قبل أن ندخل في أجندة اليوم إذن في الأجندة اليوم سوف نقوم بالتعرف على أهم أربع مؤشرات موجودة عندنا بالنسبة لموضوع البانكابوليتي ومن ثم سوف نتحدث عن أهمية هذه المؤشرات وهل بالفعل هذه المؤشرات كافية لاتخاذ القرار من نسبة لشراء الألواحي الشمسية؟ ونختم هذا القسم ببعض النصائح العملية التي قد تعلمتها خلال السنين الماضية في مشاريع التخطط الألف ميجاوات على مدار الخمسة السنين الماضية نبدأ بالمؤشر الأول عادة ما نسمع بالمصطلح سوبر موديو سوبر ليك أو قائمة التي كانت تدعى بسيليكون موديو سوبر ليك وتم تغيير اسمها في عام 2016 وتشمل مجموعة من الشركات قد يظن البعض أن هذه القائمة والتي تقوم بي في تيك بتقديمها تشمل الشركات ذات النوعية الأفضل في الألواحي الشمسية وطبعاً لكن هذا ليس بالضرورة لأن هناك عامل وحيد لتصنيف الشركة ضمن السولر موديو سوبر ليك ألا وهو أن تقوم الشركة بشحن أكثر من 5 جيجاوات في السنة إذن إذا أي شركة مصنعة الألواحي الشمسية تشحن أكثر من 5 جيجاوات خارج مصانعها فإنها تحصل مباشرة على هذا تدخل مباشرة في هذا التصنيف الـ SMSL وتستطيعون دائماً رؤية هذا التصنيف في كل مكان وهو تصنيف معروف جداً من شركة بي في تيك إذن معيار واحد وأساسي من أجل دخول هذا التصنيف ألا وهو الكمية الشحنة الآن يأتي المؤشر الثاني الذي نود التحدث عنه طبعاً سوف نتحدث بشكل سريع من أجل إعطائكم الفرصة لأسألتكم في نهاية هذه الندوة المؤشر الثاني وهو مؤشر التير 1 هو المقدم من شركة Bloomberg New Energy Finance على ما أظن هو المؤشر الدارج في هذه السنتين الماضيتين الجميع تحدث عن الموديوس تير 1 ولكن كما ترون هناك هذه القائمة على يسار الشاشة تبدأ بشركة جينكو سولر هذه قائمة آخر قائمة لدينا للتير 1 موديوس سفلايرز عينة منها نبدأ أن نعرف الآن كيف يتم تصنيف الشركات على أنها تير 1 من قبل شركة Bloomberg واللي ما عرفت ذلك علينا أولاً أن نفهم لماذا تقوم شركة Bloomberg بالتصنيف فشركة Bloomberg والذراع الجديد لها وهو Bloomberg New Energy Finance يهتم بعمليات دراسة السوق أي معرفة جميع المتغيرات في السوق وأداء الشركات وما لأهنالك وتتواصل مع شركة Bloomberg الكثير من المستثمرون والبنوك والذين يسألون دائماً هذه الشركة ما هي أفضل شركات المصنية للألواح الشمسية حتى نقوم بقبول هذه الشركات في مشاريعنا وذلك لضمار استثماراتنا وبالتالي كان هناك طلب كبير على قائمة كهذه التير 1 لذلك عملت شركة Bloomberg New Energy Finance بالنظر إلى أكثر من 32 ألف مشروع في العالم مشاريع الطاقة الشمسية وأتت بهذا التصنيف وهذا التصنيف لا يدل أبداً على موضوع الـQuality وهنا تجدون في هذا المربع الصغير في الأسفل باللغة الإنجليزية Do not use this list as a measure of quality يعني هذا تصريح من شركة Bloomberg على أن لا نستخدم هذه القائمة على دليل للجودة إذن لم يكن دليلاً للجودة فكيف تأتي شركة Bloomberg New Energy Finance وتقدم هذا النوع من التصنيفات؟ أولاً تقوم الشركة بالنظر إلى شركات المصنعة للألواح الشمسية ولتقوم بالتصنيع الفعلي للألواح الشمسية وبإسمها نعرف أن هناك مثلاً شركات تقوم بشراء ألواح من شركات تانية ومن ثم وضع ليبل عليها لساقة على أنها مصنعة من هذه الشركة طبعاً هذا الشيء غير مقبول إذن شركة عليها أن تصنيع بشكل فعلي ألواحها بإسمها وتقوم بتزويد هذه الألواح لستة مشاريع على الأقل على أن يكون حجم مشروع واحد نص ميجابوعة على الأقل وتكون ممولة جميعها بالتمويل بدون حق الرجوع من ستة بنوك تجارية مختلفة خلال السنتين الماضيتين جملة طويلة قد لا تكون واضحة بالذات للمهندسين ما هو التمويل بدون حق الرجوع أو الشيء الذي تسمعون به دائماً non-recourse finance non-recourse finance طبعاً تستطيعون تخيل عندما تقومون بالاقتراض بأن المقرد البنك أو المؤسسة المالية تتوقع بالحصول يجب أن يكون لديها ضمانات قد توقعون بأن الشركة أو البنك تستطيع استرداد حقوقها في حال فشل المشروع من أصولكم الشخصية أو من حساباتكم الشخصية أو من مشاريع الشركة الأخرى غير هذا المشروع الذي تم تمويله أما في نوع non-recourse financing فإنه يتم التوافق تعاقضياً على أن البنك أو المؤسسة المالحة أو الممولة تستطيع استرداد استثمارها أو تمويلها فقط من هذا المشروع الذي يتم تمويله إذن الضامن الوحيد للبنك في هذه الحالة هو المشروع بحد ذاته المشروع الذي يتألف من المحطة بحد ذاتها وهي الاسد والإنتاجية هذه المحطة من الكهرباء والتي تولد الكاشفلوز الدفاعات والتي سوف تستخدم من أجل استرداد الاقتراض الذي تم من البنك إذن هنا الضامن هو ضامن وحيد بالنسبة للممول للبنك وبالتالي لدى البنك أو الجهة الممولة اهتمام كبير بأن تكون هذه المحطة على دجاجة جودة عالية وأن تستطيع بالفعل أن تقدم تولد الكاشفلوز أي أن تستطيع أن تولد الكهرباء في البداية التي تم الاتفاق عليها حسب المخطط على الأوراق وبالتالي بيعها حسب ما هو ممتفق عليه في الفي في أي والاسترداد القيمة الاستثمارية ومن ثم أرباحهم من هذا الاستثمار إذن هنا مسؤولية كبيرة على البنك في قبول تمويل هذا النوع من المشاريع بـ Non-Recourse Finance لذلك تتلجأ هذه البنوك والمؤسسات الاستثمارية إلى طلب قوائم مثل هذه القوائم من Bloomberg New Energy Finance لمعرفة ما هي الشركات التي قابلة التي هناك رسك أقل في تمويل المشاريع باستخدام البحية الشمسية إذن هذا هو الشرط الشرط أن يكون هناك تمويل للشركة مثل شركة جينكو سولر هي في قائمة تير وان يعني هي شهادة الشركة لديها على الأقل ستة مشاريع كبيرة أكثر من 1.5 ميجاوات وتم تمويل كل مشروع من بنك مختلف وذلك باستخدام Non-Recourse Finance خلال السنتين الماضيتين إذن ما يهمنا أن نعرف أيضا أن هذا التصنيف يتم عدد النظر فيه كل ثلاثة أشهر وبالتالي هناك أربع أصدارات في السنة لذلك ننصحكم دائما بمتابعة آخر المستجدات بالنسبة للتير وان PV Module Suppliers هذا هو المؤشر الثاني والمؤشر الذي هو برأي الشخصي الأهم حاليا بالنسبة لتصنيف الشركات المصنعة الألواح الشمسية أما المؤشر الثالث هو الذي يدعى بمؤشر Altman Z Score قبل أن أكمل أود أن أنوهكم بأنكم تستطيعون البدء في الأسئلة في الـ Q&A في الـ Q&A Section حتى نستطيع الإجابة عليها لاحقا لا تترددوا في إرسال أسئلتكم إذن نكمل في المؤشر الثالث الذي هو مؤشر Altman Z Score وهو من أقدم المؤشرات العالمية والذي تم من ثمانينات القرن الماضي تم تطويره من أجل التنبؤ بإفلاس الشركات بذلك بحوالي سنتين قبل حدوده وهو عبارة عن معادلة كبيرة جدا سوف أقوم بإظهار بعض أهم معاملات هذه المعادلة بعد قليل ما علينا أن نعرفه بأن الناتج النهائي لهذا المعادلة وهو عبارة عن رقم قد يبدو ذلك كالسحر قليلا حيث يكون هذا الرقم حوالي الثلاثة فإذا كان الرقم من ثلاثة وأعلى فأن الشركة تكون في السيف زون أي أن الشركة أي أن Altman Z Score أو هذه المثوديولوجي لا تتنبأ بإفلاس هذه الشركة وبالتالي تضع الشركات في السيف زون أما إذا كان المؤشر عنده أقل من ثلاثة وأكثر من 1.81 فإن الشركة تكون في الغري زون أي أن المؤشر لا يستطيع تحديد ما إذا كانت الشركة مؤهلة للإفلاس أم لا أما إذا كانت أقل من 1.8 أو أقل فهي في الغري زون وهنا يكون الشركة المؤشر يتنبأ بأن الشركة قد تفلس في السنتين أو قادمتين طبعا هذا المؤشر هو مؤشر عام جدا وليس خاص بصناعة الطاقة الشمسية لذلك علينا أن تعامل معه بحضر هناك عدة شركات تقوم باستصداره مثل شركة سينوفولتكس التي رأيتموها وبلومبرغ أيضا بالإضافة للمؤشر الأخير من بيفيتك والتي سنتحدث عنه بعد قليل يتم حساب الألتمان زي سكور وذلك بقياس سيولة في الشركة مقارنة بالأصول التنبه لتذبذب أسعار أسهم الشركة في الأسواق ومن خلال قياس ربحية الشركة قبل الضرائب والفوائد بالإضافة إلى العوامل الأخرى إذن كما ترون هذا عبارة عن عوامل مالية مختلفة أهمها هذه العوامل الخمسة التي ترونها أمامكم تقوم المؤشر بجمعها ومن ثم استخراج رقم نهائي وهذا الرقم يضل على ما إذا كانت الشركة سوف تكون مؤهلة لإفلاس أم لا طبعاً سوف نتحدث عن هذه العودة المؤشرات لاحقاً بعد أن نتعرف على المؤشر الأخير والذي هو مؤشر PV Module Tech Bankability Ratings وهذا المؤشر هو مؤشر جديد نسبياً قامت شركة PV Tech بتطويره في العام الماضي 2016 وتقوم باستصداره بشكل ربعي أيضاً كما ترون القائمة أمامكم هذا الإصدار هو من 28 أبريل إذن إصدار جديد بالنسبة للBankability Ratings حيث يتم تقسيم الشركات على عدة مستويات أفضل مستوى هو الـ AAA وأسوأ مستوى هو الذي هو C وهو C هو مستوى غير مصنف وبالتالي أسوأ مستوى فعلي في التصنيف هو CC يتم النظر هنا إلى عدة عوامل من قبل شركة PV Tech لتحديد البانكابوليتي لهذه الشركات المدرجة أمامكم يتم ذلك بمعادلة عامة بسيطة كما ترونها هنا في الأسفل الـ B ترمز إلى البانكابوليتي وهي تساوي عدة ثوابت يتم ضربها بالـ M والـ F الـ M بشكل عام يدل على المنفاكتشرينج أي التصنيع وهنا يبنالك أي أن الشركة تقوم بحساب مؤشر للتصنيع والـ F هو يدل على الفاينانشل وهي عبارة عن الصحة المالية للشركة وللتقوم في فيتك بدراستها لتحديد هذا المؤشر ما يهمنا أن نعرف بأن هذا المؤشر هو جديد نسبيا طبعا مؤشر هام لأنه أول مؤشر يحاول دمج ما بين الـ M والـ F هذا يعني الدمج ما بين المنفاكتشرينج والتصنيع من جهة وموضوع الصحة المالية للشركة من جهة أخرى طبعا هذا الموضوع قد يتساءل البعض لربما من الواضح ما هي الصحة المالية وكيف يتم حسابها وذلك من خلال تقارير الشركة ومبيعاتها وربحيتها وما إلى هناك إذن ولكن كيف يتم تقييم المنفاكتشرينج هذا القسم التالي بشكل عام الـ Methodology عبارة عن طريقة هي طريقة طويلة معقدة مشروحة من قبل PVTech بشكل مفصل ولكن أود أن نبه إلى ثلاثة عامل رئيسية هنا للمنفاكتشرينج العامل الأول الذي هو Supply أو Shipment وهي كمية الواحش تمثيل التي يتم شحنها مثلا شركة جينكو سولر معنا على الخط استطيع تصحيحي لاحقا مهندس محمد كانت شحنة السنة الماضية 16 جيجا وات من الألواح الشمسية في عام واحد وبالتالي هذا رقم عالي جدا بالنسبة للشحنات بالنسبة لشركة واحدة في مجال الطاقة الشمسية وبالتالي يؤخذ هذا العامل في عين الاعتبار ويقوي موقع الشركة في الترتيب الموضوع الثاني وهو موضوع Capacity أو السعة أي القدرة الإنتاجية للشركة في العام أي كم تستطيع الشركة أن تنتجنا الواحش الشمسية في العام الواحد أيضا يتم النظر إلى هذا الموضوع ذلك لتفادي موضوع الشركات التي تقوم بشراء الواحش من شركات أخرى وإعادة تسميتها تحت اسمها طبعا هذا الموضوع ضروري جدا متابعتهم والموضوع الثالث ضمن نطاق المنفاكتشرينج وهو التكنولوجي أي يقوم فريق بالنظر إلى مدى استثمارات الشركة في موضوع الـ R&D البحوثات والتطوير بشكل داخلي وموضوع الـ CapEx Investments أي ما هي كم استثمرت الشركة في المعدات الجديدة معدات حديثة للتصنيع معدات حديثة للفحوصات ولضمان الجودة لألواح الشمسية إذن كما ترون قد تكون المعادلة هنا بسيطة جدا من حيث البنية ولكن عملية الحساب الفعلية هي عملية جدا معقدة وذلك بسبب أهمية هذا المؤشر كما قلنا لأن يكون مؤشرا فعليا للـ Bankability للشركات المصنع الواحي الشمسية حتى يضمن المستثمرون استثماراتهم طبعا المؤشر جديد لا يتم الاعتراف به من قبل الجميع بعض ولكن يتم العمل عليه حاليا إذن هذه هي أهم أربعة مؤشرات والتي يمكن أن تكونوا سامعتم بها بالنسبة لموضوع البنكability أود أن تحدث الآن عن موضوعين أساسيين الموضوع الأول الذي هو ما أهمية هذه المؤشرات وهنا أضع عدة آراء موجودة أمامكم آراء أتوافق معها لأنها تصب في صميم اختيار الألواح الشمسية فالعامل الأول أن جميع المؤشرات والقوائم السابقة لا تعني بجودة الألواح الشمسية ولا بكفاءتها إذن هذا موضوع يجب أن حسمه من البداية كل هذه المؤشرات هي إذن مؤشرات اقتصادية مؤشرات لها علاقة بكمية التصنيع كمية الشحنات ولكن لا تعني بجودة المنتج نفسه وهذا يجب أن نعرفه منذ البداية بحيث لا نقوم بالافتراض الخاطئ على أن الشركة مثلا هي تير ون وبالتالي منتجها هو بارع منتج جيد بشكل أوتوماتيكي الموضوع الآخر أن الشركات في هذه القوائم تتغير فقائمة الـ SMSL تتغير بشكل سنوي أي تقوم في بيبتك بالنظر إلى الشركات إلى شحنات الشركات كل سنة وإعادة تحديد ما هي الشركات الموجودة في هذه القائمة بشكل سنوي أما بلومبرغ في تصنيف التيروان فتقوم بإعادة النظر في التصنيف كل ثلاثة أشهر وبالتالي إذا قمتم اليوم ببناء قراركم بشراء لوح معين لأنه فقط في التيروان لست فهذا قد لا يكون عملا صحيحا تماما وذلك لأن هذه الشركة قد تخرج أساسا من كامل التصنيف بعد ثلاثة أشهر وبالتالي هذا الباسس أو الشيء الذي بنيتم عليه قد لا يدوم لأكثر من ثلاثة أشهر إذن هذه اللي يجب أن تكون دائما في البال موضوع الثالث أن هذه القوائم والمؤشرات لا تتضمن زيارات للشركات لا تتضمن فحوصات للمحطات أو النظر في إنتاجية هذه الألواح على أرض الواقع في مشاريع منشأة مسبقا والموضوع الأخير أنه من الصعب بالفعل أن نقوم بالجزم بما أن الشركة معينة سوف تقوم بتفلس أو لا بناء على أداء الشركة السابق لأن موضوع صناعة الطاقة الشمسية لديها عوامل أخرى تتعلق بالقوانين فشفنا قد التقينا بحالات كثيرة مثلا الصين تقوم بدعم مشاريع الطاقة الشمسية بفيدن تاريف عالي جدا مثلا في الفرست رونر بروغرام ولكنها توقفها بعد فترة رأينا كيف فعل دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية والذي قام بوضع تاريف إكسترا تاريف أي ضرائب إضافية تصل حتى 30% على بعض الألواح الشمسية إذن قوانين تتغير بسرعة وهذه القوانين قد تدخل مثلا مصنعين لتكنولوجيا معينة في السوق أو قد توقف هؤلاء المصنعين من دخول السوق بفترة قصيرة جدا وهذا يؤدي إلى فشل هذه الشركات وخروجها من السوق بعد بفترات قصيرة جدا إذن لا يمكن التنبؤ بها بمؤشر مثل المؤشر الألتمنذي الذي تحدثنا عنه منذ قليل إذن سوف أجمع المعلومات لتحدثنا عنها حتى الآن قلنا في البداية أن هناك مؤشرات ثم قلنا أن هذه المؤشرات غير كافية إذن لماذا تحدثنا عنها في الأساس؟ هذا ما سوف أخبركم عنه هنا في هذا السلايد الأخير ولذلك نؤكد فيه على أن موضوع البنكابوليتي هو أحد العوامل الذي يجب عليكم أخذها في عين الاعتبار إذن نعم نشجعكم على أن تتابعوا هذه المؤشرات على أن تأخذوها بعين الاعتبار ولكن ليس كالعامل الوحيد انظروا إلى أمور أخرى مثل موضوع الفاكتوري انسبكشن فإذا كنتم تشترون الكثير من الألواح الشمسية كميات كبيرة مشاريع كبيرة يمكنكم زيارة المصنعين ورؤية عملية التصنيع بأنفسكم أو تحديد شركة معينة متخصصة مثل تيو في بأن تذهب إلى الشركة المصنع وتقوم بتقييم عملية التصنيع من أجل تأكد من الجودة عليكم النظر إلى البرودكت تيست كما ترون هناك دائما شهادات جودة مرفقة مع المنتج لن أتحدث عنها كثيرا لأن المهندس محمد سيتحدث عنها في موضوع الريليابلتي ولكن الشهادات المتعلقة بالمنتج نفسه ضرورية جدا علينا أخذها في الاعتبار الموضوع الرابع هو علينا أن نعرف البيئة التي سوف يتم تركيب اللوح الشمسي فيها وبالتالي اختيار اللوح الأنسب لهذه البيئة أو لهذا السوق أو لهذا التطبيق والنقطة الأخيرة التي أنصحوا بها دائما اختاروا منتجات من شركات موجودة في بلدكم أو على الأقل زاد تواجد إقليمي مثل شركة جينكو سولر تستطيعون التحدث معهم مثلا مع المهندس محمد لأنهم موجود بشكل إقليمي وحل أي مشاكل بالشحنات أو موضوع الكفالات أو كذا رأينا كثير من الذين يشترون كميات كبيرة من الألواح الشمسية لشركات موجودة في بلدان آسيوية لا يستطيعون التواصل معهم في حال حدوث مشاكل بعد ذلك طبعا هذه مشكلة كبيرة عند الاستثمار في موضوع الطاقة الشمسية لا يهم إن كان الاستثمار كبير أو صغير مشروع منزلي أو مشروع على مستوى المرافق الخدمية فعلينا دائما أن ننظر إلى هذه المواضيع حتى نقوم بحماية استثمارنا في مجال الطاقة الشمسية أتمنى أن نكون قد غطينا موضوع البانكابلتي بشكل لا بأس به وأنتظروا أسئلتكم في الـ Q&A وسوف أعود إليكم بعد أن ينضم إلينا المهندس محمد وإذن سوف يقوم بتغطير القسم الثاني من هذه الندوة وسوف نجيب معا على أسئلتكم أعزائنا المتابعين قبل أن أقوم إذن بالتسليم نهندس محمد أود أن أحصل على إجاباتكم أعزائنا المتابعين فلو سمحتم ستحصلون الآن على سؤال يظهر على شاشتكم في اختيار مجال عملكم الرجال إجابة على هذا السؤال حتى نستطيع معرفة مجال عملكم إن كنتم تعملون في القطاع الحكومي شركات الـ EPC أو إن كنتم في القطاع الأكاديمي حتى نتعرف عليكم ونقوم بتحطير بشكل أفضل للجلسات القادمة حتى الآن 50% المشاركين صوتوا ننتظر قليلا إذن نسبة التصويت أكثر من 70% سوف نوقف التصويت الآن نرى أن كما ترون على الشاشة فأن معظم الموجودين لدينا هم من شركات الـ EPC أكاديميين مطورين للطاقة الشمسية قطاع حكومي كما أنه لدينا مستثمرين سعيدين بذلك وشركات مصنعة لمكونات المحطات الشمسية إذن شكرا للمتابعتكم لهذا القسم سوف أقوم بالتسليم للمهندس محمد تسمعني لربما الصوت عندك على ميوت على ميوت أيوة أيوة صامعك مهندس مونيف يعطيك ألف معافية شكرا للمحاضرة الممتازة جدا طبعا أنت عم تعمل محاضرة وأنا عم بشوف أسئلة وفي كتير أسئلة يعني كرر في سؤال كتير كرر خلال المحاضرة إنه أنا ليش لازم أهتم بالموضوع أنا كشخص مثلا أو شخص زبون بالموضوع هلا في نقطة مهمة جدا قبل ما أبدأ القسم التقني أو في قسم مهم جدا أنت ما تشتري أي لوح شمسي أنت لازم تركز على الجزئيتين القسم التقني اللي أنا هلأ رح أغطيه والقسم التجاري اللي أنت هلأ غطيته طبعا ليش لازم القسم التجاري إلا إحنا عايشين صراحة بالمجال الطاقة الشمسية مجال متحول كثير مجال متغير كثير فعلشان هيك من الضروري أنه إنت لما تشتري أي منتج من الشركة يكون تعرف أن الشركة هاي رح تستمر فإحنا شفنا كثير شركات في الماضي وعم بتصير كمان شركات كمان أنه مو عندها منتج منيح بس للأسف الشركة ما تستمر ومنها مش شركات أوروبية شركات ألمانية فعشان هيك موضوع أنه أنت يكون عند تضمن أنه الشركة أو على الأقل أنت ما تريد تضمن لعشرين سنة بس أنت تضمن حاليا الشركة هلأ موقعها تصنيفها في السوق المنيح لأنه أنت تضمن وقتها أنه المنتج هاد في حال لو صار في عندك مشاكل بالمنتج في من يقدر يحلي لك المشاكل بالأفتر سيلز وخدمت ما بعد البيع فالجزئية هاي جدا مهمة طبعا شركات الأي بي سي كونه إحنا معظم المتابعين لأنه من شركات الأي بي سي كمان الموضوع بيهمهم كتير لأنه هاي الشركات رح يتعاملوا معاها فلازم تكون يضمنوا أن هاي الشركة إلها وجود منيح في السوق فعشان هيك موضوع البنكابلتي موضوع مهم جدا وهو يعني بالضبط أنت ما تشتري منتج تشتري البنكابلتي أو تشتري وضع الشركة في السوق مثل موضوع السيارات مثلا إنت إذا ما تروح تشري سيارة تويوتا أو تشتري سيارة بي أم أنت ضامن أن السيارة هاي رح تكون موجودة الشركة ما رح تكون موجودة خلال فترة استخدامك للسيارة في حال لو أنت شفت شركة غير مستقرة في السوق أكيد ما رح تروح تشتري منها السيارة لأنه بالنسبة لك هاي استثمار وبدك أنت الشركة اللي أنت شتريت منها تكون على وضع مالي منيح في السوق فطبعا الطاقة الشمسية أحيانا بتفوق استثمار السيارة بأضعاف كتيرة لشان هيك لازم اتخذ الموضوع هات بعين الاعتبار هلا أنا مثل ما قلت هو محاضرة اليوم هي تتمة للي قاله المهندس مونيف أنه كيف نعرف أن الألواحي الشمسية هاي هي الألواحي منيحة فالقسم التجاري اللي غطى مونيف وهذا القسم التقني طبعا أنا اللي بسبب ضيق الوقت ما رح أقدر أغطي كتير أشياء ولكن على قد ما بقدر يعني خلال إحنا يعني فترة شغلنا والمعارض وزيارات الزبائن فمنشوف شو أكتر أسئلة عادة بتنسأل وأكتر إشي يعني بتتاخذ بعين الاعتبار لما العنا بيسألونا إن شو أهم إشي فرح نحاول يعني نفوت بشوية تفصيل ببعض النقاط وإن شاء الله مثل ما قلنا هاي بداية إن شاء الله حيكون فيه لقدام موضيع إن شاء الله متنوعة أكتر وكمان إذا فيه أي استفسار إيميلي كمان موجود فبيسعدني إنه أتوصل معاكم هلأ بس بشكل سريع نحكي عن جينكو شولر للأشخاص اللي معنهم تعامل في سابق مع جينكو جينكو هي شركة سينية أكبر مصنح حاليا للألواح الشمسية في العالم السنة الماضية تقريبا الرقم لألومونيف ولكن ناقص تقريبا 1 جيجا السنة الماضية شحننا 14 جيجا من الألواح الشمسية طبعا عشان إحنا يعني بس نحط الرقم هذا يعني بحجمه أنا مثلا بلد مثل الأردن بلدي مثل الأردن التوتل حجم الكهرباء بشكل كامل من 4 إلى 5 جيجا فإحنا تقريبا بسنة وحدة شحننا 3 أضعاف احتياجات الأردن من الطاقة فبالتالي هو رقم كبير جدا إن شاء الله السنة هاي نسعى أنه نكون نوصل 20 جيجا إحنا أربع سنين على التوالي من عام 2016 لحد 2016 17 18 19 ضلينا إحنا رقم واحد والسنة الماضية كان عندنا نمو بمقدار تقريبا 25% وإن شاء الله بدنا نتابع هذا النمو فإحنا الماركت شير الحصة السوقية تقريبا 13% والحمد لله بسبب جهد الزبائن والطاقم العمل الموجود عندنا أكتر من 3500 في 140 دولة وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا اللي أنا مسؤول عنها من جانب التقني في عندنا أكتر من 20 شخص موجود على الأرض ويدار الإقليم عندنا مكتب إقليمي موجود في دبي بس إحنا كل طاقم العمل موجود على الأرض إحنا عندنا الشباب موجودين في الأردن في مصر في الإمارات في السعودية في تونس في المغرب في كينيا في جنوب أفريقيا في نيجيريا يعني عندنا مكاتب وعندنا وجود الحمد لله يغطي الإقليم كاملة حاليا إحنا عندنا ثلاث أنواع أو ثلاث منتجات رئيسية هي الشيتة السوان والتايجر هي بالعربي الفهد والبجعة والنمر طبعا إحنا منحب نطلق أسماء الحيوانات على منتجاتنا عشان نميزها عن باقي المنتجات الشيتة هو المنتج الرئيسي عندنا تم إصداره يعني ترحه في السوق عام 2018 وهو المنتج العادي اللوح العادي عبارة على 60 أو 72 خلية وبيولد كهرباء من وجه الأمامي حاليا عندنا أكثر من 10 جيجا مبيعات في هذا المنتج وممكن تشتري كخلية كاملة أو كنص خلية ممكن إن شاء الله لبعدين نشرح شوي كمعلومات تقنية ليش يعني الخلية الكاملة أو نصف الخلية لسوان البجعة وهو بيولد كهرباء من الطرفين طبعا هاي أحد المنتجات التكنولوجيز اللي فاتت بقوة السنة الماضية وهلا عم تاخد يعني زخم أكتر وعم نشوف هلا إحنا كتير مشاريع كبيرة يعني إحنا عم نشوف المشاريع الموجودة خاصة في الخليج في السعودية في الإمارات في العمان عم نشوف كتير مشاريع عم تعتبر تقنية توليد الكهرباء من الوجهين كتقنية بتقدم كتير حلول استثمارية ممتازة والمنتج الجديد اللي نزلناه بشهر واحد هو التايجر وهو منتج أضفنا إلى تقنيات مثل التقنيات التالي غريبون مثلا وأضفنا إلى تقنيات تانية طبعا رح نحاول نغطي شوية الأشياء اليوم بس يعني يمكن ما يكون في وقت لأنه إحنا مبنى كتير من حين عن موضوع المحاضرة اليوم فإذا أي شخص عنده أي استفسار عن منتجات جينكو عن كيف طريق كيف توصل مع جينكو إيميلي رح يكون موجود رح نشاركه معاكم فبيسعدني إنه إن شاء الله نشتغل مع بعض هلا هنفوت هلا موضوع البرزنتيشن أنا عادة إنما يكون عندي مشروع فلازم أختار أصد المنتج لهذا المشروع طبعا هذا من ناحية النظرية فأنا في عندي معيارين بيحددوا اختيار المنتج أول إشي الأداء طبعا المنتج هو اللوح الشمسي أول إشي هو الأداء بدى قيم الفولت الأمبير المعامل الحرارة الكفاءة وهاي كلها تحصل عليها من نشرة البيانات من الـ DataSheet رح نحكي عنها يعني هنحكي عن أهم الأشياء الموجودة فيه الإشي التاني اللي هاي مش موجودة بالـ DataSheet هاي مو موجودة يعني ما بتقدر تقرأها ولكن من المهم جدا وما بتقل أهمية عن الأشياء اللي تستعملها أو تاخدها من الـ DataSheet اللي هي موضوع الموثوقية أو الـ Reliability ورح نحكي عنها هي هاي لها علاقة بجودة المكونات الموجودة الدخلة فيه مصنيع اللوح الشمسي وهاي رح نحكي عنها ولكن طبعا الجزئين مهمين الأداء انت بتستعمله عشان تحسب حجم المحطة تحسب قديش إنتاج الطاقة رح يكون خلال فترة عملها بس الموضوع الموثوقية اللي هي انت كيف رح تضمن انه المحطة هاي أو المنتج هاي رح يعيش معك مثلا 25 سنة متل ما جينكو بتعرض ف لأنه أنا شفت أسئلة يعني هلأ سبحان الله أسئلة عم تنسأل بنفس الموضوع هاد فعشان هيك الموضوعين مهمين رح نغطي الموضوعين ونركز أكتر على موضوع الـ Reliability لأنه الموضوع هاد مش واضح لكتير من الناس طبعا أول إشي تطلع علينا ما تكون عندك الـ Data Sheet اللوح البيانات هو الكفاءة كفاءة اللوح الـ Efficiency قديش كفاءة اللوح ف كهية كمعادلة بسيطة هي الـ Power تبعة اللوح هو القدرة بتاسمها على مساحة اللوح والإشعة بالإشعة الشمسي فمثلا إذا عندك لوحين 400 واط بس أبعاد مختلفة فأكيد اللوح الأصغر هو اللي حيكون كفاته أحسن يعني إذا اللوح بيعطيك 400 واط بمساحة أصغر من اللوح تاني بيعطيك 400 واط بمساحة أكبر أكيد الكفاءة رح تكون للوح الأصغر وهي مثلا مثال صغير لوحين اللي هو الشيتة واحد الشيتة والتاني هو لوح من السوق موجود فبتلاقي الاتنين 400 واط بس هذا ما يعني أنه الاتنين عندهم نفس الكفاءة لا لو تيجي بتحسب المساحة حتلاقي مساحة شيتة أصغر بمقدار بسيط من مساحة اللوح التاني بس هذا المقدار نما طبقنا في المعادلة لقينا أنه تقريبا أكثر بنصف بالمية طبعا رقم نصف بالمية زيادة هو رقم كبير يعني إحنا هلأ كل التكنولوجيات اللي عم نعملها والأشياء الجديدة عشان نزيد مثلا إشي بيزيد 1% إشي بيزيد 0.5% يعني كثير عم بيكون عمليات بحث هائلة جدا عشان زيادة 0.5% مثلا فموضوع أنه يكون فيه فرق 0.5% هو فرق معتبر فالمساحة فهي كفاءة وإلو علاقة اللي عم بيتابع الأخبار إحنا فتنا يعني جينكو غيرها أعلنوا عن ألواح 520 و530 واط بينما إحنا من السنوات قليلة كنا نحكي عن لوح 250 واط طبعا اللوح إذا القدرة تبعته أعلى ما يعني بالضرورة أنه كفاته أحسن يعني هلأ قد جيب أنت لوح مثلا 440 واط بس مساحته كتير كبيرة فبالتالي كفاته بتكون أقل من الألواح الثانية فطبعا إحنا دائما نقول دائما نطلع على الكفاءة خاصة إذا أنت عم بتركب لمساحات محدودة مثلا سطح بيت سطح معمل أو مول مساحات دائما بتكون محدودة فالكفاءة هو الأشي الأساسي بالنسبة لإله تعرفه لأنه يعني أنت بهمك بالمساحة المحدودة تحصل على أكبر قدر ممكن من الطاقة فعشان هيك الكفاءة هي أحد أول وأهم الأشياء اللي بتشوفها بتقارن فيها ما بين الألواح لوح الكفاءة أحسن على الأغلب يعني يكون اختيار أحسن بس في عوامل ثانية تاخذ مع الاعتبار الإش الثاني المهم جدا أنه كمان يتاخذ مع الاعتبار هو موضوع السماحية أو التوليرانس هلأ اللي كان موجود من زمان بموضوع الطاقة الشمسية بيعرف أنه أنت نما تروع مثلا مصنع الوحي الشمسية وتقول له مثلا أعطيني لوح 200 واط فأنت فأنت كنت تاخد لوح 200 كنت لأخذ 200 زائد أو ناقص 5 واط لأنه طبعا من المستحيل أنه إحنا كالشركة مصنعة من المستحيل أنه يكون لنا لوح بالضبط 200 يعني خلال عملية الإنتاج ما تقدر تتحكم بالضبط بموضوع الباور فعشان هيك ما بتحصى لوح بالضبط مطابق للنشرة الموجودة اللي هي 200 واط بس من قبل كان السائد بالسوء أنك تاخد لوح مثلا زائد ناقص 5 واط طبعا هلأ هذا إشي مرفوض طبعا أنا هلأ نما أحكي هلأ بالسوء أو بشكل عام أنا عم بحكي عن القوائم اللي حكي عنها منيف عن الشركات تير وون الشركات الكبيرة الشركات اللي إلها مشاريع عملاقة الشركات اللي عم تعمل على تطوير الاصطناعة بشكل عام ما عم بحكي عن منتجات تعبانة عن منتجات تجارية في السوق لأ أنا عم بحكي عن منتجات من شركات اللي وزنها في السوق و عشان لما أقول مثلا أنه أنت تشتري لوح زائد ناقص 5 هذا كان السائد موجود هلأ لازم أقل 400 وبعدين يعني بتضيف عليه هلأ في شركات بتستعمل موضوع السماحية خمس واط كسماحية ثابتة يعني أنت مثلا تشتري لوح 300 أو 400 أو 500 الاشي اللي رح تحصل عليه هو ما بين 300 إلى 305 أو 400 إلى 405 يعني هذا الاشي رح تحصل عليه 5 واط يعني بزاعة 5 واط و في شركات ثانية منها جينكو بتعطيك نسبة مئوية اللي هي 3% فأنت كل ما اشتريت لوح أكبر كل ما زاد معك مجال التسامح يعني أنت مثلا أنا حاطت بالجدول تحت إذا اشتريت لوح 300 واط ممكن تحصل بالشركات الكثير تحصل لحد 305 ولكن مع جينكو ممكن تحصل لحد 309 طبعا مو بس جينكو بس أنا جينكو هي أهم الشركات اللي عم تعطي النسبة هاي وهي شركات قليلة يعني في السوق فلما تشتري لوح 400 واط بدل ما تحصل بس قرار حد 405 ممكن تحصل لحد 412 فكل ما كبر القدرة أو الباور تبعت اللوح كل ما زادت السماحية أو لحد ما انت هلأ مثلا تشتري لوح اللي ننزل هلأ في السوق اللي رح ينزل قريبا من جينكو كمان 500 واط تقريبا بدل ما تاخد لحد 505 ممكن تاخد لحد 515 فعماليا يعني تاخد ثلاث أضعاف السماحية فهذا موضوع مهم جدا والمهندسين اللي شغالين على موضوع التصميم هذا الرقم يعني بتاخذ بعين اعتبار خلال التصميم يعني لا هو هذا الرقم عمليات التصميم والsimulation هذا الرقم بيتاخذ بعين الاعتبار والشركة اللي عم تعطيك سماحية أكتر هي اللي عم رح تعطيك نتيجة أحسن في في عمليات التصميم فحكينا أول نقطة الكفاءة تاني نقطة السماحية الإيجابية للقدرة النقطة الثالثة هي الضمان طبعا مثل ما قلت أنا عم بحكي عن شركات الكبيرة شركات العملاقة الشركات اللي تير وان يعني اللي بيهمها كتير موضوع جودة المنتج في نوعين من الضمان موجودين لكل منتج يعني كل منتج يبينزل له نوعين من الضمان إيشي اسمه ضمان المنتج وإيشي اسمه ضمان الأداء ضمان المنتج هو مثل أي ضمان أنت بتشتري تشتري موبايل تشتري سيارة عليها ضمان سنين سنتين ثلاثة خمسة هو في ضمان المنتج هلأ أنه خلال فترة الضمان أي إشي بيصير بالمنتج إذا كان مثلا صار يظهر صدع على الإطار صار فيه تشقق الزجاج أو صار فيه انخفاض في الأداء فهذا كله ضمن الضمان إذا كان طبعا سببه أكيد إذا السببه هو نتيجة الجودة مش إنه سببه نتيجة أخطاء خلال عملية التشغيل فهذا عادة موجود في السوق هو ما بين 10 إلى 25 سنة هلأ جينكو حاليا الستاندرد عند جينكو هو 12 سنة يعني أنت عدت تصير يضمن منتج إحنا بنضمن لك يا 12 سنة وطبعا ممكن يعني ممكن نضيفه طبعا الشركات اللي بتزيد فوق 12 سنة يعني هذا بنعكس على السعر يعني أنت كل ما بدك ضمان أكتر بدك 15 بدك 20 أو 25 سنة بدك تدفع أكتر علشان تحصل على الضمان موجود عن جينكو بس إحنا كالستاندرد أقل إشي إحنا موجود عندنا هو 12 سنة وفي إشي اسمه ضمان الأداء وهذا الضمان مهم جدا كمان له علاقة بأداء اللوح يعني أنت على فرض اللوح بعد 20 سنة الأداء عن المنحنة البياني اللي أنا الموجود تحت فالمفروض مثلا بعد 20 سنة يعطيك مثلا 83% أداء إذا أعطاك 75% أداء فبالتالي هو ضمن الضمان وجينكو بتعمل على تبديله أو يعني تعويضك بالأشكال اللي المتفق عليها فحاليا هذا ما له علاقة بضمان المنتج هذا ضمان ممدد ضمان الأداء يعني إذا المنتج مثلا صار فيه صدق بعد 20 سنة فبن بيكون داخل بضمان المنتج بس إذا انقل الأداء بعد 20 سنة بيكون هو داخل في ضمان الأداء فضمان الأداء حاليا الستاندرد في السوق هو 25 سنة للألواح العادية و30 سنة للألواح ثنائية الوجه أو البايفينشيل هلأ كيف ممكن تميز هلأ مدام هو هذا ستاندرد يعني ضمان الأداء وضمان المنتج هو ستاندرد في السوق أول إشي بتشوف مين بيعطيك ضمان أحسن من نصف من المنتج 10 أو 12 سنة في فرق الإشي الثاني هو الضمان الأداء له علاقة بالتراجع أو أو أنه المنتج كل ما مثل أي منتج في العالم موجود بعد ما تستهلكوا فترة بقل أداءه طبعا هذا المنتج قد يكون سيارة أو موبايل أو أي إشي فأكيد اللوح الشمسي مع الزمن بقل أداءه بس الإشي المهم جدا والمميز جدا بالألواح الشمسية أنه إحنا منقول لك قديش رح يقل أداءه بعد كذا السنة طبعا هذا الإشي مش موجود بكتير صناعات فمثلا السنة الأولى بقل أداءه عادة بشكل أكبر من السنوات الثانية لأنه في ظاهرة يسموها LID أو Light Induced Degradation أنه أول ما يتعرض اللوح الشمسي للضوء بتراجع أداءه بشكل مثلا 2% تقريبا بعدين بيستقر الأداء فهذا أول سنة بيكون حتى مو أول سنة يعني هو تقريبا أول ساعات أو أول أيام من التشغيل ففي مثلا هلأ شركات تعطيك الضمان أو Degradation كل مكان أقل أكيد كل مكان أحسن كل مكان قد التراجع أقل كل مكان أحسن ففي شركات تعطي 3% وفي شركات 2.5% وفي شركات 2% وفي شركات تعطي أقل من هيك هلأ إحنا حاليا كجينكو الستاندرد هو 2.5% وممكن كمان إذا في مشاريع كبيرة ممكن إحنا كمان نعمل على تحسينه طبعا في فرق ما بين الألواح الـ P-Type والـ N-Type هذا إشي ممكن نحكي فيه بعدين أنا أريت مقالات كتير كتير مفيدة صراحة على موضع على موقع SolarRubic فأنا بتمنى أنه كمان تطلعوا عليها الواح الـ N-Type هي أداء أحسن من الواح الـ P-Type بس هي أغلب كتير وضمان تبعها بيكون عادة أحسن من الـ P-Type طبعا هي جينكو موجود عندها الـ N-Type والـ P-Type بس السوق حاليا 90% هو P-Type بعدين في عنا التراجع السنوي Degradation Annual Degradation طبعا هذا بتفاوت ما بين 3 بالـ 10 إلى 8 بالـ 10 كل ما كان الرقم أقل كل ما كان أحسن فهون كمان ممكن تتميز ما بين المنتجين إنه قديش كم تتراجع الأداء بالسنة الأولى والسنوات التالية وممكن تقارن ما بين الواحج السمسية يعني أحد المعايير ممكن تقارن فيها الواحج السمسية فالمؤشر الرابع هو اللي مهم جدا جدا من منطقتنا العربية هو معامل حرارة من المهم جدا إنه يتخذ بعين الاعتبار إحنا منطقة عربية هي منطقة حارة الصيف عندنا كتير حار إحنا عم نحكي مثلا منطقة الخليج العربي عمليا ما في ما في فصل اسم الشتاء في صيف وفي صيف أقل حرارة يعني إحنا هذا الموجود لأنه بالصيف الحرارة بتكون تقريبا 25 عفوا بالشتاء بتكون حرارة 25 بالخليج وبالصيف بتوصل 45 وأكتر فبالتالي موضوع الحرارة تأثيرها موضوع مهم جدا جدا طبعا خلافة للاعتقاد السائد إنه اللوح لما تكون الحرارة الجوحر بيكون أحسن لي لا أكيد لما يكون الجوحر بيقل أداء اللوح لأنه سيليكون بيتأثر مادة السيليكون مصنوع منها اللوح بيتأثر سلبا بالحرارة فعشان هيك موضوع المعامل الحرارة جدا جدا مهم كل ما زاد اتفعت الحرارة كل ما أقل أداء اللوح بشكل كبير وهلأ التقنيات الموجودة في السوق مثل البرك والنصف الخلية بتقلل من حرارة اللوح فبالتالي الأداء بيكون أحسن فأنتم مثل ما أنتوا شايفين هذا دائما موجود الرقم هذا موجود بالداتاشيت هون temperature coefficient of Pmax وهو هذا ومثل ما شايفين هون بالرسمة البيانية هون إنه كل مكان معامل الحرارة أقل كل مكان أداء أحسن فإذا المعامل الحرارة مثلا 40 نقص 40% 0.40 بيكون أداء أقل مما إنه لو كان 35 فأنا عملت مثل جدول مقارنة سريعة طبعا هذا يعني بشكل عام ما بدي أقول إنه يعني بشكل خاص كتير مثلا البولي الواحل البولي المصنوع من البولي وعامل حرارة تبعها ناقص 40 وبالتالي الحرارة الخارجية درجة حرارة 45 درجة بالصيف بدلا ما يعطيك 330 رح يعطيك 177.2 واط فكل ما تطور بالتقنية إذا رحنا على المونو بيرك على المونو مع البيرك رح يعطيك 2 واط زيادة أداء خلال نفس الحرارة ناقص 40 ناقص 40 رح يعطيك 3 واط زيادة مقارنة بالبيرك وهلأ مثلا التايلين جريبون موجود عند منتجات جينكو بيعطيك هلأ تقريبا 10 واط إذا بتقارن ما بين البولي والتايلين جريبون منو بيرك طبعا التايلين جريبون بيحوي كل هاي التقنيات التايلين جريبون بيعطيك 10 واط زيادة أو عفوا 6 واط زيادة يعني 2% فأنت نما يكون عندك لوحين من نفس القدرة مثلا 330 واط فيه لوح رح يعطيك 2% زيادة أداء بالحرارة العالية بسبب معامل الحرارة أو temperature coefficient فالرقم مهم جدا و احنا هلأ عم نشوف المشاريع الكبيرة اللي عم بتصير كان في السعودية أو بالإمارات مشاريع عم نحكي عن 1 جيجا أو 1.5 جيجا فموضوع انه يكون انت عندك 2% أداء زيادة رح يأثر بشكل كتير كبير على الاستثمار مو بس عن مشاريع الكبيرة مشاريع الصغيرة كمان حتى انما تركب انت لسطح منزلك و 2% أداء رح ينعكس بشكل كتير كبير على فاتورة عندك ورح يوفر عليك أكتر وأكتر فمعامل الحرارة رقم مهم جدا انه يتاخد بعين الاعتبار طبعا هاي الأشياء المؤسرات طبعا أنا عم بشوف انها يعني ان شاء الله بكون عم نطور عليكم احنا عم بشوف انه الوقت رح يعني هيك رح نبدأ نتجاوز الساعة فمتمنى تكونوا معانا شوي علشان نقدر نحكي بموضوع الموثوقية او الريليابلتي اللي متل ما قلنا هذا الموضوع مش موجود بالنشرة البيانات مش موجودة بالداتا شيت لازم انت تقرأ وتدور وتعرف شو شو الشركات اللي عندها منتج مهم جدا موجودة عالية هلأ بشكل يعني بسيط قبل ما نحكي بموضوع الموثوقية يعني اليسار بشايفين انتو العناصر الاساسية المكون منها اللوح الشمسي طبعا اللوح الشمسي مكون من مجموعة من الخلايا الشمسية مصفوفة على يعني موصلة على التوازي السلسر او التوازي عشان نحص على قيمة من الفولت والامبير الخلية الشمسية محاطة بطبقتين تغليف طبعا الخلية الشمسية هي اهم عنصر عندي كل اشي تاني في اللوح الشمسي شغلته يحمي الخلية الشمسية ويمنع وصول العوامل الجوية والمؤثرات الخارجية لإلها عشان تأدي عملها فعندي الخلية الشمسية محاطة بطبقتين من التغليف هلأ طبقة التغليف هاي خاصة الطبقة العلوية لازم تكون شفافة 100% الطبقة السفلية احيانا بحطوها بيضة عشان يزيدوا الانعكاس بضوء بس الطبقة العلوية لازم تكون شفافة 100% إذا كانت طبقة التغليف عندك الاسم الدجاري EVA اللي هي مصنوعة من مادة من البلاستيكات أو البوليمور يسموها الإيسيلين فانيلين إذا كانت ماء جودتها قليلة طبقة هاي رح تبدأ بدل ما تكون شفافة يصيلونها على أصفر فبالتالي رح تبدأ هي تعكس ضوء فإنما تعكس ضوء فبالتالي الضوء ما رح يوصل كمية الضوء نفسها على الخلية الشمسية المهم جدا طبقة التغليف والزجاج يكونوا شفافين بشكل تام ويوصلوا أكبر قدر من الممكن من ضوء الشمس لخلية الشمسية فلعندك خلية الشمسية طبقتين تغليف عندك من الأمام فيه زجاج الأمامي بيكون سماكو ترمي من 2 إلى 4 ميلي حسب الشركة وحسب اللوح و طبعا لازم يعني هذا زجاج مو زجاج يعني عادي لا هو زجاج معالج ومعملوا عملية تمبرينج عشان يكون صلب أكتر ويعيش معك المهم جدا أنه كل عنصر من هاي العناصر لازم يعيش معك 25 سنة لأنه احنا بنعطي ضمان منتج 25 سنة فلازم كل عنصر من هاي العناصر خلية طبقة التغليف الزجاج الباكشيت الجنكشن بوكس الإطار لازم كل عنصر من هدول يعيشوا معك 25 سنة فعندك طبقة الزجاج الأمامي طبقة الزجاج الأمامي كمان بيكون عليها مطلية بطبقة مانعة للإنعكاس بسموها Anti-reflective coating هي طبقة شفافة سماكتها بتكون يعني بضع ميليمترات وهاي صراحة يعني من خلال السنوات الماضية صارت standard في السوق يعني صارت اشي standard في السوق أول إشي ما كانت هيك طبعا هاي عشان تمنع لأنه الزجاج بيعكس ضوء وإحنا عشان نمنع أنه الزجاج يعكس ضوء نطلي بطبقة هاي فحاليا يعني حتى الألواح الأديمة ما فيها طبقة هاي ففي شركات مثلا مثل الشركة الهولندية DSM عم تعمل هلأ عندها خدمة أنه لو عندك محطة قديمة وما عندك ما فيه طبقة anti-reflective coating فممكن تهي تطليلك إياها طبعا هاي بحسن الأداء تريبا 5% يعني تحسين أداء من 3% لـ 5% بتحسن أداء اللوح لأنه بتخلي الضوء يدخل أكتر داخل الخلية وما بيخلي الزجاج يعكس الضوء وبعدين في عنا من وراء في عنا طبعا الإطار المعدني الألمنيوم عادة وكما بيكون مطلي بطبقة مانعة للصدق فالمهم جدا أنت خلال عملية التشغيل والتركيب والتنظيف أنه ما تقحط الألمنيوم لأنه بعد وقتها أنت راح تزيل طبقة مانعة للصدق ورح بعد الوقت راح يتسرب الصدق للإطار للفريم وبعدين ممكن يوصل للوح الشمسي طبعا طبقة الخلفية الـ back sheet طبقة مهمة جدا هي عادة عبارة عن مجموعة 3 طبقات مع بعض بتكون كلها بيسموها الـ back sheet هاي الطبقة مهمتها تقديم الحماية الحرارية الحماية من عوامل الطاص والعزل الكهربائي للخلية الشمسية راح نحكي أكتر شوي عنها بعد شوي طبعا من المهم جدا هاي الطبقة أنه يكون فيها طبقة يعني هاي الـ back sheet الوح الخلفي أحد الطبقات يكون floor من المهم جدا أحد الطبقات يكون floor لمنطقتنا العربية ورح نحكي يعني شوي أكتر عن موضوع هذا الفلور هو مادة بتقاوم الأشعة فوق البنفسجية إحنا نما يكون في عنا إشعاع شمسي عالي مثلا مثل الصحراء وإحنا يعني معظم البلدان العربية فيها صحراء يتركب يعني مثلا الأردن السعودية الإمارات مصر شمال أفريقيا كلها مناطق فيها بتركب الأرواح الشمسية بالصحراء في الصحراء بيكون شدة الطبقة فوق الأشعة فوق البنفسجية يكون عالية جدا علشان هيك لازم يكون عندك الباكشيت طبقا من الفلور علشان تمنع أنه أشعة البنفسجية فوق البنفسجية تأثر على اللوح ورح نحكي أكتر بهالموضوع هادو فاي بشكل مختصر بكونات اللوح الشمسي رح نرجو على الموضوع الموثوقية أو الريليابيلتي هلأ طبعا المجال كله الشاقة الشمسية يعتبر مجال جديد يعني مجال عم بيتطور مجال عم بتنحط في معايير وبعدين بيتم تحديثها وبيتم تطوير المعايير هاي ف يعني بداية خلال بداية المجال كانوا عم بلاحظوا أنه أنه في كتير ألواح على جودة نيحة عالية بس بعد كذا السنة من الشغل عم بيظهر بدأ يظهر فيه عيوب بالألواح فأحد الشركات الكتير عملة شغل كتير عملاق بهالموضوع هي شركة دوبونت الأمريكية وهي تقريبا من أسبوع الماضي عملة يعني أنا هاي الأرقام موجودة هي بناء على آخر دراسة عملوها من كم يوم الدراسة هاي مجتمرة من عام 2012 لهلا لحد 2020 فحصوا فيها أكثر من 9 ملايين لوح شمسي حول العالم الوح شمسي مركبة وشغالة في أثناء من 550 موقع وشافوا أنه تلت الألواح تقريبا فيها مشاكل طبعا في مشاكل رح تأثر بشكل رئيسي بشكل مباشر على الأداء في مشاكل رح تقلل الأداء وبعد كذا سنة رح تأثر في مشاكل رح تعمل يعني خراب بشكل كامل يعني في مشاكل تعمل خراب بشكل كامل اللوح خلاص اللوح صار بالدوكب بطل فيه بطل يقدر يشتغل وصار بالعكس يعمل لي ضرر بالمحطة فلازم أشيله فأكثر المشاكل في أكثر قسمين شافت فيهم مشاكل هي الخلية الشمسية واللوح الخلفي نرشع على وراء الخلية الشمسية هون واللوح الخلفي هدول تقريباً كل واحد 14% مشاكل شافوا إنه موجودة في الخلية الشمسية و14% موجودة في اللوح الشمسي في اللوح الخلفي طبعاً إشي الطبيعي إنه الخلية الشمسية أكيد إذا تأثرت لأنه هي عبتتولد الطاقة فأكيد إذا تأثر فيها مشاكل مثل تشققات أو رطوبة دخلات أو بقع ساخن الهوتسبوت أكيد رح تعمل لي مشاكل هذا إشي الطبيعي بس كمان اللوح الشمسي إذا صار في مشاكل المشاكل هاي حيبطل في عندك أنت طبقة حماية ما بين العوامل الخارجية والخلية الشمسية فعلشان هيك اللوح الشمسي اللي ما كان في طبقة فلور كان أكتر الوح الشمسية المعرضة للمشاكل بنسبة تقريباً 45% إذا بتشوفوا هون في مكتوب بي اي بالمنحنة هذا بتشوفوا بالبي اي هذا البولي اميد يعني الاسم الكيميائي الو بولي اميد الاسم التجاري هو اي 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 لأنه هو عبارة عن ثلاث طبقات من مادة البولي اميد فبالاسم التجاري هو اي 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 في الأسف شركات لازالت استخدموا اي 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 وفا يعني كل الشخص بيستخدم الواح في طبقة الـ 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 الباكشيت من الـ في 45% احتمال أنه الروح يتعطل طبعا الباكشيت لما يصير في التشوهات احنا عم نحكي عن تغير بلونه عم نصير في تشققات فبالتالي بتدخل الرطوبة بتدخل ذرات الجو بتدخل لداخل اللوح بيبطل يعمل لي عزل حراري بيبطل يعمل لي عزل كهربائي فبالتالي رح يأثر بشكل كثير على اللوح ومع الوقت رح يتعطل اللوح ف أقل نوع من الألواح الشمسية اللي كان فيه مشاكل هو اللوح اللي فيه طبقة الفلور طبعا من شركة دوبونت نفسها عندها لوح مشهور جدا بسوق اسمه تدلر وهذا بالنسبة لاجينكو هو هذا ستاندرد يعني إحنا جينكو كل منتجاتنا هي تدلر يعني ما عنا إحنا منتج ما منورد منتج بدون تدلر إحنا كل منتجاتنا تدلر بغض النظر وين تتركب يعني المنتج لو ركبته بأمريكا ولا بأوروبا ولا في الصحراء هو نفس المنتج من جينكو اللي فيه طبقة التدلر من دوبونت فموضوع الأعطال موضوع مهم جدا فعشان هيك صارت فيه كثير دراسات إنه أنا بدي أعرف كيف أضمن إنه هذا اللوح رح يعيش معي 25 سنة طبعا يعني أنا ما بقدر يعني أنا كجينكو ما بقدر أختبر 21 سنة بعدين أبيعه للسوب أكيد لا ففي ظهرت موضوع الموثوق الموثوق بشكل قوي خلال السنوات الماضية أنا طبعا أنا إن شاء الله ما رح أتأخر عليكم يعني أنا خلال دقائق إن شاء الله رح أخلص عشان بعدين نبدأ بال بـ بالـ فموضوع الموثوقية والـ ظهرت بشكل يعني بشكل كبير صار إلها أهمية بالسنوات القليلة الماضية عشان إنه أنت ما تركب لوح لازم تعرف إنه اللوح رح يعيش معك 25 سنة الألواح عادة في معحة شهادة بسموها الـ IEC الشهادة الـ IEC هي يعني شهادة ضرورية ولكن ما بتعبر إنه يعني ما بتضمن لك إنه هذا اللوح رح يعيش معك 25 سنة لأنه هي الاختبارات الموجودة ضمن الـ IEC تعتبر اختبارات بداية بيسيك لازم ينعمل اختبارات الأكتر عشان تضمن إنه اللوح رح يعيش معك ففي شركات في مراكز أبحاث ومخابر طوروا مجموعة من الاختبارات علشان ضمان أداء المنتج أحد مثلاً أهم الشركات وأهم المختبرات اللي عملة تشتغلها الشغل مختبر أمريكي اسمه PVEL ألا هذا المختبر طور سلسل الاختبارات بناءً على دراسة عملها وشاف إنه خلال 25 سنة شو العوامل الطقس شو المتغيرات اللي رح تصيب اللوح الشمسي فراح درس كل هذا من تغير الحرارة والرطوبة والمطر والتلج والبرد والرياح وكل هدول درسهم وعمل محاكاة عمل محاكاة في المختبر بمجموعة اختبارات رح نحكي عنها بشكل بسيط جداً هلأ هلأ ليش أنا بحكي عن PVEL بتشوف الاختبارات اللي عملت وبتشوف الشركات اللي شاركت هلأ أجدكو أحد الشركات لمشاركة بهذا الموضوع طبعاً ممكن الشركات مشاركة بهذا الاختبار لأنه أول إشي لأنه غالي كتير تاني إشي إنه فيه شركات ما بدها تنعرف قديش قيمة اللوحة تبعها يعني فيه أسباب كتير من الشركات ما تشارك بس الشركات الكتير كبيرة المعظم الشركات الكبيرة مشاركة بهال بها البرنامج هاد ورح أحكي عنه بشكل أكتر شوي وهي الاختبارات جداً جداً شديدة يعني فيه اختبار لحاله بياخد 6 أشهر اختبار واحد بياخد 6 أشهر عشان تحصل على النتيجة وبعد إن شاء الله أسبوعين بي في إي إل رح تعلن عن نتائج 2020 يعني إذا بتتابعوا موقع بي في تيك سجلوا فيه هيكون فيه ويبنار بس بالإنجليزي ل النتائج 2020 رح ينقلوا النتائج هاي هلأ الإشي المميز جداً بموضوع البي كيو بي هاد البرنامج اللي هو اسمه إنه هو بشكل سنوي من عام 2014 بس وقفوا سنة ما عملوه 2015 وكل سنة بيعملوه وكل سنة بيطوروا عليه يعني هو كل سنة بيشوفوا إحنا شو لازم نطور شو الأشياء الموجودة مثلاً كان فيه إشي السنة الماضي 2019 مشكلة صارت بيسموها ال-E-T-I-D يعني نعمل أداء من الخفاض الأداء بيسموه ال-E-T-I-D مباشرة P-V-E-L تجي بتقول إحنا عملنا اختبار خاص عشان نشوف ال-E-T-I-D مثلاً فدائماً بتطور كل سنة ودائماً بيكون أصعب من السنة اللي قبلها فمثلاً بشكل سريع جداً يعني إذا بتشوفوا الرسم اللي على اليسار هاي مجموعة الاختبارات اللي حالياً عملت عام 2020 مثلاً فيه اختبار اسمه thermal cycling اللي هو دورة حرارية اللي هون بيعرضوا اللوح لحرارة من ناقص 40 لزائل 85 اللي هي الحرارة تشغيل اللوح من ناقص 40 ل85 بعدين بيرجعوا كمان مرة ناقص 40 هاي بيسموها دورة بيعملوها 600 مرة وخلال هاد 600 دورة لازم اللوح يعطيك أداء وما يقل أداءه عن 2% يعني خلال كل اختبار هاد اللوح لازم يولد لطاقة ولازم ما يكون في انخفاض من 2% فهذا مثلاً هذا thermal cycling أو الدورة الحرارية علشان محاكاة انه عوامل الطقس بتغير ما بين الصيف وشتاء خلال عمل اللوح فدائماً من نقص 40 إلى 85 نقص 45 إلى 600 دورة في الاشي اسمه damp heat اللي هو بيعرضوا اللوح ل هاي تاني واحد على اليسار damp heat بيعرضوا اللوح لألفين ساعة من الحرارة والرطوبة العالية اللوح حرارة 85 ورطوبة 85% وخلال ألفين ساعة لازم ما يقل الأداء الباك شيت هلأ اللوح الخلفي هلأ هذا جديد طبعاً سلسلة من الأشياء اللي هو عبارة عن تغير حرارة وبيزيدوا الرطوبة وبيعملوا حمل ميكانيكي وبيعرضوا الأشعب فوق بنفسجية كل هذا بعرضوا عشان ينجح بالاختبار فطبعاً ما رح أفوت أنا بكل التفاصيل المهم أنه هاي الاختبارات موجودة ممكن كل السنوات السابقة تحصل عليها والحمد لله جينكو من وقت بداية الاختبار لحد 2020 حتى هلأ رح يلن عنه إن شاء الله بعد أسبوعين جينكو دائماً طب برفورمر فو يعني طب برفورمر يعني بكل الاختبارات هاي كانت الانخفاض في الأداء أقل من 2% فبالتالي بيعتبروا طب برفورمر فهذا أحد أهم المعايير إنه ممكن أنت تضمن إنه المنتج هاد رح يعيش معك 25 سنة لأنه الاختبارات الموثوقية أو الريلايابيريتي تيست انعملت على اللوحات واللوحة يعني على فكرة تتنقى بشكل عشوائي يعني بيروحهم على المصنع لأنه أنا فيه شفت أسئلة إنه فاكتوري تيست يعني أودت وهيك هذا الاختبار فريق عمل بي في إي إيل بيروح على المصنع وهو بنقي العينات من خط الإنتاج يعني مو عينات هيك خاصة معمولة لألو لا عينات من خط الإنتاج بتتاخد وبنعمل لها التستين فبالتالي هذا صيته كتير كتير كبير ومن أهم الاختبارات الموجودة طبعا فيه اختبارات من تي و في من أر اي تي سي انت ممكن تطلب مننا يعني يعني ومثل ما بيصير بصلا بالمشاريع الكبيرة بنطلب بنا نعمل اختبارات خاصة وعننا احنا اختبارات خاصة بموضوع الريلايابلتي لكل منتجاتنا يعني يعني هذا أنا بتمنى انه اكون وصلتلكم فكرة الريلايابلتي واهميتها للمنتج الريلايابلتي ما قلها علاقة بالفولت ما قلها علاقة بالأمبير ما قلها علاقة بالإفشينسي قد يكون انت عندك لوح الإفشينسي او الكفاءة تبعته أقل بس مول مول ريلايابل يعني انت ممكن تجيب هلأ لوح من شركة تجارية تلاقي انه والله هذا معطيني أداء 20% بينما انت تاخد لوح تاني من شركة موثوقة بأداء 17% بس ريلايابل يعني تضمن انه هذا اللوح رح يعيش مع 25 سنة فأتمنى انه وصلت الفكرة هاي بشكل بسيط يعني دايقتين طبعا اكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد في العالم موجودة في أبوظبي محطة سويحان ليش انا بدي احكي عن المشروع هات لانه هذا المشروع احنا طبقنا فيه كل اشي انا حكيته من اختيارات تقنية من ال داتا شيت و ال ريلايابل كل هذا تطبق بهال المشروع مشروع هذا 1.1 سبعة جيجا 8 كيلو متر مربع المساحة الاستثمار 870 مليون دولار وجينكو احنا عنا 20% حصص في المشروع يعني احنا لما استثمرنا لما احنا حطينا فلوسنا حطينا فلوسنا بالمنتج تبعنا اللي احنا واثقين انه هذا المنتج رح يعيش 25 سنة وكان وقتها موضوع تقنية تقنية جديدة كان قدرة الالواح وقتها اكتر 365 طبعا احنا هلا 180 واط يعني فطبعا بس خلال وقتها كان من اعلى القدرات الموجودة والسنة الماضية تم توصيل اللوح والحمد لله مع فيه اي مشاكل رح اشغل هيك فيديو تعريفي سريع بالمشروع هاد اشتركوا في القناة 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 such as the PV modules with Monoperf technology, the ground screws as the foundations for the mounting system, and a very efficient and cost-effective robotic cleaning solution from China. A total of 6.5 km square is being cleaned daily by 1,400 robots, and the solution is performing very well. A total of 1,177 megawatts have been installed and currently operational on the site, with a total project cost of around $877 million, making it the largest PV power plant operational to date, with the lowest cost of electricity at 2.4 cents per kilowatt hour. We break the record of the number of modules of installation. We have installed 200 megawatts in one month, and we break the record of 26,000 modules every day. It's a world record that we finish the construction of a PV plant within 12 months. We're very proud of developing, building, and operating the first giga-scale PV plant in the world, and the largest to date. وهاي المحاضرتي بالنسبة لليوم. شكراً كتير لوقتكم, وأتمنى ما أكون أطلت عليكم, وتفضل منيف. شكراً كتير لإلك محمد. الله يعطيك ألف عافية. أعزائينا الحضور شكراً جزيلاً لحضوركم. ننتقل الآن إلى مرحلة الإجابة عن أسئلتكم. أتمنى أن تكونوا كتستفدتم من هذا الجزء الثاني من الندوة اليوم. أشكر المهندس محمد مرة ثاني على هذا الأداء الرائع والشرح المميز للتفاصيل التقنية في اختيار الألواح الشمسية. بالذات موضوع ريليابلتي وهو موضوع غير واضح بشكل عام. طلقينا حوالي 100 سؤال على الكيوان إي. أجبنا تقريباً نصف هذه الأسئلة عبر التشات. وسوف نقوم بالإجابة على حوالي 40 سؤال. إذا أصحفنا الوقت خلال الربع ساعة القادمة حيث أن هناك تقاطع كبير ما بين هذه الأسئلة في طبيعة الحال. سأبدأ إذن بالأسئلة الأولى التي تخص القسم الأول. السلام عليكم. كنت أود أن أعرف ما هي المشاريع الممولة في المنطقة العربية من السيد أحمد. معظم المشاريع في المنطقة العربية ممولة. كل هذه المشاريع الكبيرة تسمع فيها في مجمع محمد من راشد في الإمارات العربية المتحدة. في المشاريع التي تم عرضه هنا الآن على الفيديو محطة سويحان. مشاريع في السعودية. كل مجمع بنبان يختلف في التمويل طبعاً من جهة إلى جهة. حيث هناك أحياناً دعم أوروبي في مثل مجمع بنبان. أو يكون التمويل التجاري بحث محلي مثلاً إماراتي سعودي. أو يكون التمويل مثلاً ياباني ممكن أو صيني. كله يعتمد على المشروع نفسه. إذن جميع هذه المشاريع كلها ممولة بدون استثناء. السلام عليكم. مؤشرات الأربعة التي ذكرتها بشمهندس تهم المستثمرين في الدرجة الأولى. ليس كذلك؟ المستثمرين في الدرجة الأولى. أظن تهمكم أيضاً أنتم كأصحاب لهذه المشاريع. لأن عندما تدفعون مثلاً سمن اللوحة الشمسي. فإن هذا الثمن يتضمن تكلفة الكفالات. كفالة المنتج عشر سنوات مثلاً أو كفالة الإنتاج لمدة خمسة وعشرين سنة. وإذا لم تكن شركة موجودة أو مفلسة بعد عشر سنوات فإنكم لم تستطيعون الاستفادة من هذه الكفالات. وبالتالي تكونون في موضوع سيء جداً. وهذا ما يجب على الجميع التفاديه إن كنتم في موقع المستثمر أو في موقع المالك للمحطة أو المشغل لها على الجميع الاهتمام بالنسبة للموضوع المؤشرات الاقتصادية من أجل تخفيف احتمال إفلاس الشركة في المستقبل. طبعاً موضوع الثاني سؤال مهم. لماذا هذه المؤشرات لا تهتم مواضيع الجودة والإنتاج؟ لماذا إذن الاهتمام بها؟ طبعاً هذا اللي أجبت على هذا منذ قليل. سؤالي المهندس منيف. لا تعتقد أن الضمان بيكون مهم جداً في عملية الاختيار؟ طبعاً الضمان. هناك شركات تقدم ضمانات خرافية. 30 سنة ضمانات في إنتاج ولكنها لربما لن تبقى أكثر من ثلاث سنوات. إذن الضمان من جهة مهم. ولكن علينا أن نعرف أيضاً أهلية الشركة التي تقدم الضمانات لتخديم هذه الضمانات. هل نستطيع أن نثق بهذه الشركة؟ أو هل تقدم مثلاً تأمينات أخرى من بنوك مثلاً لضماناتها؟ توضيح مصطلح البانكابلتي بشكل أداق. إذن كما قلنا مصطلح البانكابلتي هو قابلية منتج معين للحصول على التمويل. يعني بنك معين أو مؤسس أو أي ممول. دائماً ما يقوم البانك بعملية due diligence أي يقومون بتقييم مكونات المحطة، تصميم المحطة من أجل التأكد من أن هذه المحطة ستكون على مستوى جيد وإنتاجيتها ستكون على مستوى عالي. وبالتالي يضمن البانك بأنه سيكون هناك عائد اقتصادي cash flow تأتي من مبيعات الطاقة الكهربائية والتي سوف يتم تسديد القروض بها بهذا الأسلوب. إذن هذه هي عملية البانكابلتي بشكل عام. سؤال أظن المهندس محمد. السوان بايفيشل؟ السوان إحنا عنا هو البيفيشل. إحنا أسمى المنتج البيفيشل هو السوان. ومن في سؤال تاني إنه مدام السوان بيولد كهرباء أكتر فليش هو الإفشينسي تبعته أقل؟ إنه إحنا نطلع دائماً على الإفشينسي بالنسبة للبيفيشل عم نحكي عن الإفشينسي أو الكفاءة لللوح الأمامي فقط. وإنما تقارن أنت السوان البيفيشل بيكون أكبر شوي من نفس النقطة اللي حكيانا فيها. اللي بيكون أكبر شوي من اللوح العادي عشان هيك بيكون أداءه شوي كفاءته أقل بس هذا بعدم أخذ اعتبار الوجه الخلفي. طبعاً أول ما إحنا ناخد باعتبار الوجه الخلفي وقتها رح يكون أداء الإفشينسي أعلى. تمام طيب سؤال تاني بيسأله عن البي اي دي بظن هذا موضوع كتير طويل يعني هلو صراحة موضوع البي اي دي موضوع موضوع كتير إذا بنجاوب عليه صراحة بده تقريباً ربع ساعة يعني جواب فممكن إذا بتواصل معنا أنا ممكن أرد عليه يعني الإيميلي موجود بأرد عليك إن شاء الله بحالنا لأنه موضوع شوي شوي كبير يعني نحكي فيها ونبسطه هلأ بدقائق قليلة يعني. تمام وهلأ قمنا بعرض الإيميلات موجودة على الشين على السكرين. إيميل المهندس بحمد وإيميلي يمكنك التواصل معنا بشكل مباشر للإجابة على هاد النوع من الأسئلة. بالذات في أسئلة كثيرة هل نستطيع شراء الواح جينكو سولر في السعودية هل لديكم موزع في السعودية وما إلى هنالك أظن من الأفضل التواصل بشكل مباشر مع المهندس بحمد. بالضبط يتواصلوا معي وأنا بقدلكم إن شاء الله على الزمراء المسؤولين عن السوق السعودي أو أي سوق تاني. إن شاء الله يعني إحنا معظم الأسواق فيها موزعين فنحولكم على موزعين إن شاء الله. تمام. السؤال التالي. طريقة تصنيف مع إعادة شرح قدرة البنوك على الرجوع إلى ملكية الشركة؟ للتوضيح. أظن السؤال هنا عن non-recourse financing وهي عبارة عن أسلوب التمويل. يكون ضامن فيه الوحيد هو الأسلوب نفسه أي المحطة نفسها وأنتاجية هذه المحطة. أي عندما تحصل على تمويل non-recourse financing فإن الممول ليس لديه أي حق في حال فشل المشروع وفي حال احتراق المشروع بأكمل. في حال لا يهم ماذا يحصل المشروع فإن الممول ليس لديه الحق في الوصول إلى موارد الشركة الأخرى. ما شريعة الأخرى أو حسابات الشركة في البنوك أو ما إلى هنالك. إذن مسؤولية تكون محدودة فقط بهذا المشروع وهذا ما يضعى بالnon-recourse financing. ما هو الأشعة الشمسي القياسي ألف واط متر مربع؟ طبعا هو بشكل سريع يعني هلأ هو تقريبا يعني الأشعة اللي بيوصل على سطح الأرض من الشمس تقريبا في المتر المربع تقريبا هو ألف واط. يعني هو هذا الأشي التقريبي فهذا بنعمله بالمختبر محاكا يعني بيجيبه ضو بيعطي تقريبا ألف واط. فهي هاي قديش الأشعة اللي بيوصل من الشمس على سطح الأرض. طبعا هذا رقم قد ما يحصل يعني هذا مو رقم ثابت خلال السنة أحيانا قد يمكن ستمية تمنمية أحيانا ببعض المناطق مثلا لوصل ألف ومئتين. فهو رقم متغير بس إحنا طبعا لما نعمل دراسات مثلا الـ data sheet وكل هاي المعلومات ننشرها لازم يكون في ظروف أو معايير عالمية نستخدمها. فالمعيار العالمي هو بالمختبرات الموجود إنه هو تستعمل ألف واط لكل متى المربع. ما الفرق بين الضمان الإنتاجية وضمان المنتج؟ مثل ما قلت يعني أنا شرحت بالموضوع هذا ضمان الإنتاجية هو ضمان الأداء. ضمان المنتج اللي حكينا عن نوع بالـ slide بالموضوع هذا يعني هو ضمان إنتاجية هو الأداء. وضمان المنتج هو ضمان إذا في عيوب صارت بالمنتج لها علاقة بسوق التصنيع. تمام طيب هل زيادة مساحة اللوح ممكن يزيد من مشكلة المايكرو كراكس؟ قد سؤال مهم قد زيادة أبعاد اللوح قد يؤدي إلى نسبة أكتر المايكرو كراكس خاصة إذا كان الزجاج والفريم مو بالقوة الكافية. تمام. بالنسبة لأنه شرك ما هي شروط شركة جينكو سولا اللي كيتعتمد موزع حصري مهندس يحياني، بذلك متواصل بالإيميل أفضل؟ متواصل بضط متواصل لأنه صراحة أنا يعني أنا غير مخول أنه أحكي كثير بالجانب التجاري، في عني زمناء موجودين بغطوا منطقة العربية كاملة المنطقة كلها، فهم الأخضر أنه يعطوك الشروط ويمحثوا معك إذا في فرص لها الموضوع. تمام. في قدة أسئلة عن موضوع السماحية، أنه ليش كيف بيتم الوصول إلى سماحية إيجابية؟ طبعا هلأ بشكل مختصر طبعا هلأ مثل ما قلت ما في إشي اسمه سماحية سلبية هلأ في السوق من الشركات الكبيرة، لما أنا بقولك مثلا زائد 3 بالمية أو زائد 5 واط، وفقط زائد ما في نائس، هلأ هو السماحية كيف بتكون؟ إحنا منصنع اللوح مثلا لوح 400 واط، إحنا منقيس بعد ما نعمل عملية التصنيع، منقيس قديش اللوح القدرة تبعته، هلأ صارت المثال قدرة 405، فإننا منعتبر أنه هذا اللوح 400، فبالتالي الخمسة واط هي السماحية، مثلا إذا 407، كمان منعتبر إحنا أنه هذا اللوح 400، منبيعه كأساس 400، لأنه مثل ما إحنا منعرف أنت تشتري اللوح، أنت تدفع الواط، كل ما كان الواط أكتر، كل ما كان كل ما تدفع أكتر، فإحنا ما منعتبر هذا اللوح مثلا إذا 407 واط، ما منعتبره 407، إحنا منعتبره 400، ومنبيعه على أساس 400، فبالتالي أنت عمليا أخدت 7 واط زيادة، فهي هاي السماحية، يعني هيك منحدد، بعد ما نعمل التصنيع، منشوف شو مجال القدرة، القدرة اللي حصلنا عليها، وثم نصنف الألواح على هالأساس. تمام، في سؤال من السيد مروان ضمرين، ما هي مواد العازلة المستخدمة في ألواح البيفاشل، هالي EVA، ومدى تأثيرها على البي اي دي؟ هلأ، المواد، هلأ، بديعونا عن طبقة التغليف، هلأ الـ EVA مستخدمة بشكل أقل، هلأ بالبيفاشل، أكتر شيء بيستعملوا طبقة اسمها البي او اي، البولواثلين، فهي هاي الطبقة الأكتر موجودة بالبيفاشل، وأكيد، كونه الـ EVA هي طبقة شوي حمضية، فبتأدي أكتر للبي اي دي، البي او اي هي طبقة أقل حمضية من الـ EVA، فبالتالي البي اي دي افكت بتكون أقل. تمام، السؤال ما هي العلاقة بين معامل الحرارة ونسبة الانخفاض بسبب الحرارة؟ وفي أشخاص كان سألوا كمان، شو هي الحرارة المثالية ليعمل فيها اللوح؟ هلأ طبعا بشكل بسيط حرارة اللوح كل ما انخفضت كل مكان أحسن، هلأ الحرارة اللي بتعملوها بالمختبرات هي 25 درجة حرارة اللوح، 25 درجة حرارة اللوح هي الحرارة اللي تعمل عليها الـ data sheet والنشرات كلها الموجودة، بس طبعا كل ما انخفضت كل ما كان أحسن، يعني إذا كان مثلا 20 درجة حتكون أحسن، إذا 10 درجات حتكون أحسن، كل ما كان اللوح، بس طبعا احنا منلاحظ اشي انه هي طبعا أكيد، كل ما تنخفض الحرارة كل ما هيقل إشعاع الشمسي، يعني هي الحرارة، الإشعاع والحرارة هيكونوا مرتبطين بشكل كبير مع بعض، إذا بنحكي مثلا إحنا على بلد مثل الإمارات، بالإمارات الإشعاع الشمسي كتير عالي بالصيف وبالشتاء، فاللوح أنا عندي باللوح الشمسي في الإمارات، بيعطيني أداء بالشتاء أحسن من الصيف، لأنه بالشتاء بيكون حرارة 25 درجة، فبالتالي حرارة منخفضة بيكون أداء كتير منيح، بينما بالشتاء بالصيف بيكون 45 درجة مثلا، فالأداء بيكون أقل، فاللوح الشمسي عندي بالإمارات مثلا، كونه الشتاء يعني ما فيه الشتاء وهو يعني عبارة عن ربيع فبيعطيني اللوح حرارة أحسن فهي كل ما خفضت حرارة اللوح كل ما كان أحسن للأداء تمام طيب رجعنا شوي لموضوع السماحية فيه سؤال من مهنتس جهاد قريب بيقول فيه بأنه كل ما زادت السماحية ممكن يكون هذا الشيء مؤشر سيء لأنه دليل على عدم انضبط خطوط الانتاج بالنسبة عالية بالإضافة لأنه وجود سماحية عالي يسبب ضياعات عدم التوافق هاي عبارة عن كليم هو سامعها عم يسألنا شو رأينا فيها نعم طبعا هذا معنى مش كتير دقيق الحكي لأنه إحنا نتحكم بيعني إحنا آخر إشي بعد ما نخلص وبعد ما نقيس المنتجات إحنا نتحكم أنه هذا المنتج شو هو الباور تبعته مثل ما قلت إذا منتج هلأ 409 واط أنا بحدد أنه هذا 400 واط فبالتالي أنا بحدد السماحية موضوع مو ما ينهى علاقة بموضوع الانتاج أو دقة الانتاج إلها علاقة شو المنتج النهائي اللي بحصل عليه أنا فأنا ممكن أنا مثلا لو عندي 409 واط أنا كجينكو بعتبره أنه هذا 400 واط بينما ممكن شركة تانية تعتبره هذا 405 واط لأنه ضمن السماحية من صفر لخمسة فهذا ما إلو علاقة بموضوع دقة العم يسأل الإنتاج بس هي نقطة تانية اللي ذكرها هي نقطة مهمة إنه لو فيه سماحية عالية جدا ما بين الألواح حيكون فيه مسماتش طبعا هذا صحيح علشان هيك إحنا نما عادة نورد عادة من ضمن حدود يعني مثلا الفرق ما بيكون أكتر من خمسة واط يعني أنا أو ضمن نفس المثلا الشحنة يعني أنا ما أجي أشحن لك أنا بدي أعطيك أربع ألواح ما بعطيك لوح مثلا 401 وجنبه لوح 410 لا الألواح اللي ضمن نفس الشحنة بيكون الفرق بالواط بينهم بيكون كتير قليل اثنين أو ثلاثة واط بس بيكون الفرق فهي هاي نقطة مهمة صحيح تمام شكرا فيون دكتور قسية أتوقع بنسبة الحرارة محمد جاوب على السؤال في سؤال من سيد أحمد كنت أستفسر ما هي الطريق المفهل لتجربة المنظومة عند تسليم المنظومة للزبون بظن يعني بعطيك جواب غير تقني من عندي دائما إذا في عندك شركة تركب المحطة يفضل أن يكون جيب شركة ثانية ثيرت بارتي تسوي تستين ان كوميشنينج تست عند النهاية وشان نجرب المنظومة بيكون هذا أفضل اسلوب لضمان حقك بالضبط يعني احنا نحن نحكي عن محطات كبيرة يفضل دائما يكون في جهة ثالثة هي تشرف على موضوع التشغيل ربط المحط يعني كوميشنينج علشان يكون القراءات حيادية يعني وهذا عادة يعني الاشي المتبع طبع افسية جلال بتاودي سنقوم بإستخدام المعارضة الضوء ونحن نسأل لحصة C5M إذاً لحصة مستخدمة أو حصوصية هل لديك فكرة عن C5M حصوصية؟ يعني هذا.. أنا ما عندي فكرة بشكل بشكل يعني كتير تفصيلي بالC5M قد يكون هو اسم تجاري لأحد الأشياء المستخدمة الآن فيه يعني هلا متل ما قلنا هلا الفريم له له كوتينج أو له طليل مادة مانعة للصدى و الزجاج الأمابي له كمان مادة مانعة للإنعكاس فهدول المادتين يعني أنا ما بعرف شو الاسم التجاري بالضبط C5M بالضبط ليش؟ قد يكون إحنا مستعمله مثلا بس أنا ما عندي كتير خلفية عن هالموضوع تمام. هلا كمان السؤال قريب عليه هل يوجد تقنية مثل النانو سيراميك لمنع تجمع الأطلب والأوساخ للدوح بقدر التنظيف المستخدمة؟ نعم. فيه تقنيات صراحة موجودة هلا جينكو إحنا عنا تقنية منعرضها ممكن إن شاء الله بالحلقة إذا اعتمدنا موضوع التنظيف أو السويلينج فيه تقنيات كتير بالنانو تكنولوجيا موجودة عشان هلا هو ما فيه منع بشكل كبير هو تقليل من تراكم الأتربة أو السويلينج إفكت هلا إحنا شغالين مع شركة الهولندية دي اس ام دي اس ام هي أول شركة في العالم طرحت المنتج هذا بشكل تجاري وبيسموه anti-soiling coating اللي هو عبارة عن طبقة من بدلا ما تحط anti-reflective coating بدلا ما تحط anti-soiling coating اللي هو بيعمل عملين يعني بيعمل anti-reflective وبيعمل anti-soiling يقلل التراكم الأتربية لتريبا 30 أو 50% هذا ده طبعا ما بيعني الاستغناء عن التنظيف لا لازم كمان ننظف الألواح بس يعني بباعد بين دونات التنظيف بدلا ما تنظف الألواح مثلا مرة كل أسبوع ممكن تنظفها مرة كل أسبوعين أو مرة كل عشر أيام فهي هاي موجودة بس يعني انت مهم جدا لما تبحث عن تقنية هاي انه تكون تقنية non organic انه هي تقنية لا عضوية عشان في كتير شغلات organic materials بيستعملوها بتتأثر كتير بالعوامل بالحرارة خاصة وما بتكون كتير موثوقة أو ما بتعيش كتير فالتقنيات الموجودة انه تكون non organic technology بيكون أحسن تمام ممتاز طيب رح أعطي فرصة هلأ بلا شوية أسئلة وصلتنا على اللايب اللي طلعنا فيه على لينكتين وعلى فيسبوك بس نلحق لنا السؤالين بالخمسة دقائية مالر؟ تفضل تفضل السؤال الأول من مهندس الديالة، لماذا لنقوم بالتصميم بناء على NOCT بدلا من STC؟ رئيسة أقرب لظروف البيئة؟ فيه يعني هلأ التصميم أو السيزينج بيستعملوا NOCT وبيستعملوا STC يعني فيه كتير فيه كتير أكتر من نظرية بس الNOCT موجودة فيه عنا بيستعملوا NOCT بالتصميم هلأ فيه فرق ما بين نحن بنحكي التصميم وفيه الحزاب السيميوليشن هلأ لأنه فيه سؤال كمان في موضوع السيميوليشن أو تحجين لا الانتاجية أو انتاج اللوع هلأ السيميوليشن لما أنت تستعمل مثلا برمامج مثل بيفي سيست فهو لحاله رح ياخد باعتبار كل العوامل الجوية ويعطيك الأداء النهائي يعني فهذا الإشي ما فيه مشكلة يعني هلأ بس أنت لما تعمل أو تعمل تحجيم للمشروع فكتير عنا بيستعملوا الNOCT بعملية التحجيم لما يحسبوا الوصلات والأسلاك فما فيه أي مشكلة بالموضوع تمام طيب، سؤال مهندس أحمد مدحد كيف أفرق بين الخلايا من نوع N والخلايا من نوع P وخصوصا أن البالورة من نوع P سعرها أقل 21-30% وبالتالي مفترض أن ينعكس هذا على السعر فنجد في أسواقنا العربية سعر الوات ثابت وعليه فأن الموردين يذهبون إلى وراء السعر الأقل ما بعرف هلأ شوف يعني من ناحية الشكلية ما تقدر تتميز بين P-Type والN-Type من ناحية المواصفات بتميز الN-Type مثلاً بيكون عادةً الأول سنة بيكون 1% بينما الP-Type بيكون 2% وبيكون الانخفاض السنوي بدلاً ما يكون مثلاً 6 بال10 أو 8 بال10 بيكون تقريباً 3 أو 4 بال10 وعادةً يعني عادةً يعني بدأت تشريط نفسها بيكون محظوظ أنه يعني عادةً موجود هذا الموضوع أنه ومثل ما قلتك أنه السعر كمال بيكون غالي يعني السعر يعني بالضبط مثل ما قال المهندس أنه 30% تقريباً زيادة عن P-Type فبالتالي يعرف يعني هلأ في شركات معينة موجودة في السوق بتعمل بس N-Type وفي شركات مثل جينكو بتعمل P-Type و N-Type هلأ إحنا إنتاجنا 90% منه هو P-Type و 10% فقط هو N-Type تمام ممتاز عمل ألواح بنفس الكفاءة بدون نقص طبعاً أنا شايف في أكتر من سؤال فيهم نفس الشي عن موضوع أنه موضوع بالذات بأول سنة سنتين إذا بس بتوضحها للناس بشأن نعم هلأ ما في لوح أو ما في منتج في العالم بيعطيك أداء أول سنة مثل الأداء ثانية سنة أو ثالث سنة مثلاً هلأ أكيد حيكون في نقص هلأ إحنا مثلاً كستاندرد من الشركات الكبيرة بنقول لك أنه ضمان الأداء بعد 25 سنة هو 80% من الأداء الأول أداء السنة الأولى هو 80% وأكتر هلأ مثلاً رح توصل هلأ رح نصير نعطيك 85% وبشكل مثل ما شفتوا إذا تتذكروا طبعاً إحنا هنشارككم إن شاء الله بتكون عندكم مثل مرجع يعني هو ملحة متناقص وبالتالي هرح يتناقص الأداء ما بتقدر أنت تثبت أداء لأنه أنت هتستعمل مادة سيليكون السيليكون هي مادة رح يقل أداءها مثل أي شيء السيارة البيت أي شيء موجود رح يقل أداءه بأول سنة ما رح يكون نفس البيت بعد 10 سنوات نفس الأشي للواحي الشمسية أكيد رح يكون في نقصان للأداء فما بقدر أقولك إنه رح يثبت الأداء الأداء بيأخذ منحنة متناقص بس مثلاً بعد 25 سنة بنقول إنه إحنا مثلاً 85% رح تحصل من الأداء فهذا رقم جداً ممتاز إحنا عم تحكي عن 25 سنة فعم نحكي عن ثلاث سنوات أو خامس سنوات عم نحكي عن فترة قويلة جداً والخفاض الأداء يعني أقل من 20% خلال 25 سنة وهو يعتبر رقم ممتاز جداً برأيي أنا تمام ممتاز شكراً شكراً كتير لأيك مهندس محمد الله يعطيك ألف عافية الله يسلمك صارنا مجاوبين على 100 سؤال وأنا صراحة شاكر لأيكم وشاكر للتفاعل اللي صاير عدد الناس ما شاء الله كتير وعدد الأسئلة كتير كتير فأنا بعتذر إذا ما كان فيه وقت هلا نجاوب المدة 45 دقيقة فوق الموعد تبعها يعني الندوة فأنا بعتذر عن إذا فيه أسئلة ما جاوبنا عليها رجاءً هاي إيميلي موجود قدامكو تواصلوا معاي إن شاء الله منساعدكو بأي إشي فيه شباب سألوا عن موضوع التوصيف وعمليات كيف ممكن نساعدهم إن شاء الله بعتمنا إيميلي وتواصل مع بعض إن شاء الله راح نساعدكم إن شاء الله تمام شكراً كتير لأيك مهندس محمد بظن هلأ وقت مناسب لن نعلن الكيل إنه خبر حلو إنه نحن اتفقنا إن هاي الموضوع يكون إن هاي الندوة هي أول ندوة من مجموعة الندوات راح نسويها مع بعض وإن شاء الله هناك ندوة تانية بموضوع جديد بعد أسبوعين نتمنى إنكم تنضمونا راح نتواصل مع الجميع اللي سجلوا عبر زوم إنه يوصلهم مباشرة الدعوة إلى الندوة اللي جاي بحيث الكيل ممكن يشارك معنا إن شاء الله إن نقدر نجاوب على أسئلكم التالي طبعاً المجال كبير حاولنا نجاوب على كتير أسئلة جاوبنا على 100 سؤال نظل استشافين أكثر من 50 سؤال ولكن الوقت لا يسعف بأن نجاوب عليها كلها مباشرة شكراً كتير لألكم إيميليات ظاهرة على الشاشة ممكن تواصلوا معنا بشكل مباشر ونلتقي فيكم بالجولة الجاية من ندواتنا الله يعطيكم ألف عافية وبالمناسبة للكل كل عام أنتوا بألف خير كن رح تكون هلأ فترة العيد يناعاد عليكم مهندس محمد ويناعاد عليكم جميع الإسلامية إن شاء الله إن شاء الله إحنا موعدنا معاكم إن شاء الله بعد العيد إذا بتتابعوا جينكو صلر وصلر رابيكا رح إن شاء الله يتم الإعلان عن الموعد التاني للندوة تانية وإن شاء الله بيشرفنا حضوركم وإن شاء الله إن شاء الله يعطيك العافية يا الله السلام عليكم السلام